اهلا بكم اخواتي ان شاء الله تكونوا كامل بخير وفي احسن احواليكم اليوم ان شاء الله حابتنقدم لكم حلوة هيلة شكلها انيق ودوقها بنين كما راكم تلاحظو هنا عندي كمية متع لوز ونوازات هاد الحلوة درتها لحفلة تعيد المرأة بالنسبة للوز انا عندي هنا كيلو وربع متع لوز بالنسبة للنوازات عندي 700 جرام متع انوازات اذا حمصتهم يا لبنات كمشتوهم ومبعد رحيتهم بهذا الطريقة يعني يكونوا مش نعمين خلاه ولكن مرحيين رحية رقيقة خلطت مع بعضهم بهذا الشكل لون النوازات هو محمص مشي كما لون اللوز حابتنقلكم باللي تقدروا يعني تعودوا هاد اللوز ونوازات بالكوكاو قدكم انا درت المناسبة ولهذا خدمتها بهذا المكونات هنا عندي بسكاويت اللوتوز هنا يا لبنات تقدروا تقولوا حطيت زج علب بسك مع اللول حطيت يعني علبة ونصف رحيتهم في اللخر جاني شوي الخالي تجاري إذا ترحيت له مص علبة خلاف يسمى حطيت زج علب بالنسبة للكمية اللي خدمتها هي يعني الطلبية فيها مياو وعشرين حبة ولكن يعني جتني مياو وخمسة وعشرين حبة هادو ماء الزايدين يعني هذي كانت خلف الكواليس برك يعني باش كم نستقيه في القناة زد نص علبة ثانية كانت خلف الكواليس لأنه اللي حشو كان شوية كما قلت لكم شوية برك حسيته جاري مش حاكم اروحو ومن بعد هنا يا لبنات درت زج علب بنتها باندي بيز وش هي باندي بيز هذا يا لبنات دي ما تسقسي مني عليه ويعني يعني ما نقدرش نجاوب على هذيك الأسئلة كامل فلهذا حابيت نحضرها في الفيديو هذي الباندي بيز هو خبز التوابل جاي خبز منسم فيها كما قلت بحني حبة حلاوة هذيك حبة حلاوة بودور البسباز فيها القرفة فيها هذيك وش يسموها نجمة البحر يعني فيها هذي التوابل يمدلوا واحد هكا الدوق واحدة ريحة ويجي مخدمه بثكر البني كش منهار يا لبنات اني ندلوا فيديو وحده فلعشان ان شاء الله رحيته حتى هو هنا يعني من الافضل يكون هو ثيم رحيء مليح كما رقمت لحده رحيتهم كامل في هذي الروبو وفرقته مع المكونات التانية هنا بني شوية يعني شين وهذي كانت العلبة اللولة فلهذا كنت حارثة جدا انه يعني العلبة التانية نرحي رقيق على هك خلص كنتي كماركنت لعطوني خلص في كل شي ما باته ستخذت العلبة التانية كمشتو وتجي بهذا الشكل يجي يتبع بهذا الشكل انا هنا في عزابة انا شريته من عند قداشق ونظن يعني كين وصي عن بوزانة وثاني كين عند صيفيغات منجي يعني هادو اللي شفتهم اللي شفتوا يتبع عندهم هنا يدوبت هنا يلبنات دوبت كيلو وربعميات جرام متاع شوكولاة بنية كنت قطعتها قيضة صغيرة جدا كنت حطيت كسرونة متاع ماء تسخن مليح كي بدا هادا كل ما يغلي حطيت شوية برك ماء في الكسرونة نقصت النار خلاه وحطيت شوكولاة دوب معنا هاددوب فقط بلا بابغ بتجينا السيلة بهذا الطريق يعني هادي هي الطريق الصحيحة لتدويب الشوكولاة ما لازمش ابدا لما يجيز هاد الوعاء لازمش شوكولاة تدوب فقط بلا بابغ هنا يا يلبنات بالنسبة للزبدة دوبت 400 جرام متاع زبدة ودرت مغرفة كبيرة معمرة مليح متاع بيكاربونات وهنا يا يلبنات هنا انا حطيت كي ما قد لكم عشر عظمات حطيت عشر بيضات وهذا جاتني يعني العجينة شوية فقط جارية ومبعد زيت لها مص علبة متاع البيسكويت هادي يا يلبنات يعني كمية كما قلوا احنا انتع كما درت انا حفلة ولا انتع مثلا اللي حابين يديروها مثلا العرص ولا انتوما يعني اذا حبيتوا تديرو كمية قليلة فقط باش فقط تدوقوا انا راح نخلي لكم مقادير متاع عشر او الاثناش نحبه في الصندوق الوصف طبعا انا كي قاعدة هكا نلم في العجينة قاعدة نقول يا زعما نجيب هاديك الكمية كاملة هاديك الاقونتيتية بس كبنت لي قليلة ولكن فيما بعد يعني جات الاقونتيتي اسو اسوى لميت بهذا الشكل العجينة انتاعي وخليتها على جي هكا ما قد كمبنت لي شوية سيلة روحت فقط ليه لي بركة يعني خلف الكواليس رحيت نص علبة خلاف تاالو جيس وزدتها لهاديك العجينة اذا انا انا عندي هاد القوالب انا هاد القوالب يالبنات تشريتهم من عند لغوة دونبالاش فيس كي قدالي في اللي زالي تلقاهم تاني عند غوايا الفيت بالنسبة للناس اللي يسكنوا في البلاد او تلقاهم عند غوايا الفيت في البلاد تحت النهضة وكذلك البلاد هنا في عزبار هم كينين عند خالد وشنو كينين في اللون يعني القريب هادو ما برك فيهم 12 اللي عند خالد فيهم 9 هادو شريتهم 75000 ولي عند خالد يدير 55000 يعني ماما لكالي تي انتالي مو اللي يبيع في خالد جيدة جدا قد لكم في اللون القريب هادو ثلاث حوانات اللي تلقاوا عندهم هاد القالب اللي هنا في السكي قدال واللي يعني في ولايات تانية شوفوا برك يعني راهو نغم الموم توفر في كل مكان بصراحة كون جيت نعرف فالحوانات وش اساميهم تالولايات التانية نسميتهم لكم كامل بركة هنا تسمى من سكي قدال يتبعوني نحب دي من وجههم للمحلات اللي نشري من عندها بش ميضلوش يحوظو اهنا لبنات كيتابليكي والخالد في القوالب مطلعوش الفوق هكا كي مدرتانا يعني حطوه طلعوه شوية برك فوق النص أعلى قدتوا فيه يعني البيكاربونات الخالد والبيكاربونات يخدم خدمة الخميرة يعني هو كامل الخميرة يتطلع الحلوه وكل شي هي راح يعني تزيد تطلع لكم في اللفوق اذا احنا يشوفهم بعد مطلعات كان حبت لقوت لكم مجيو شوية برك فايدين درتهم برك هكا شوية بيدي لبنات الفرن انني حطيته يضخن على ميو سبعين دراجة الحلواتكم لازم تنشوف فقط فورتاكم لازم يتسخن مليح 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 ولازم كتدخلوا حلواتكم الطيب يعني ماكسيموم عشر دقائق وتعزوها يعني انا كان يعني كعبت وينسيتها هكا حمارولي شوية ملتحت اذا هنا لبنات عندي هاد الشوكولات فرميسال طبعا زيت كسرتها بيدي لي انه جاية بالطول هي المفروض يعني هاد الشوكولات فرميسال هاديك الشوكولات كالبو ولكن تديدي بزيف وكلو تحها غالي يعني كلو تحها سبعمية وخمسين وممكن حتى ما يكفينيش ولي هاد عوضتها بالفرميسال سيناولي بركم الحلوة الحلوة هدي تسقام يعني تحصلش حال تحسب الحباتها هنه خديت هديك صلصة الكراميل اي تتبع واجدة ادهنت عالجوانب تعالحبة الحلوة بهذا الشكل ودهنت كذلك من الفوق طبعا احنا ما نستعملوش القاعدة تعال المول نستعملو يعني الوجه العلوي هو اللي يعني نزينوه من الفوق وهنا اخديت يا لبنات حبة بيسكويت اللوتوس اخديت هنا ناكخي دهابي ولمعتها من الفوق فقط بس يعني تبين شوية وبس تبين هديك الكتيبة وتجي الحبة لما عشوية من الفوق كيما اشتو هدا هو التذيين والتذيين طبعا يبقى اختياري كيما حبيته ومبعد ولي اخديت هاد هاد الوجونزة في اللون الدهابي هكا ملتحت وقدرتها لكيسات اخترت لكيسات البيض هدو اللي يكونوا كبار شوية عدلتهم هكا بصباعي بش يعني اخدوه شكل مستطيل اللي ينسب حبة الحلوة وحطيت الحلوة فيهم بهاد الطريقة شوفوا الشكل اللي تحصلنا عليه وبهاد يعني الطريقة نكمل كامل الحبات نحطهم في اللي بوات ونرجع لكم ان شاء الله وهدي هي النتيجة كيما اشتوقت لكم مية وعشرين حبة درتهم في هاد الابوات هاد الابوات انا شريتهم كذلك من عند خالط الابوات منهم تهذ ستين حبة بتمام ولكامل اذا دب واط فيهم يو عشرين حبة شوفوا كيفش يعني شكلهم جي ما شاء الله جي هكا باهي والميداق ما عندي ما نقلكم اصلا راح تقولولي فيها لوز نوازيت لوتوز باندي بيس الى اخيري هي اكيد راح تجي ابنينا هي نقلكما كيفما هي الابنت هي كيما براونيز هي المبدأ تالخدمتها هاد الحلوة كيما البراونيز اما في السعر الاحتساب تصدقوني كم شفتوا بعينيكم هاد الحبة يعني مطحش من ستاش نلف للحبة يعني هو السعر الاحتساب تاعها ستاش نلف سبعتاش نلف هادك هو السعر يعني المناسب ولكن كما قلتكم اذا حبيتوا تخدموها يعني اللهم بارك اذا حبيتوا تخدموها لكم كذلك تحبوا تديروا بهاد المكونات ولا تحبوا تديروها اقتصادية بدل اللوز ونوازات تديروا كوكو بدل البسكويت تديروا بسكويت عادي ووكين كيما هادة تالوتيز وشنو يعني تابل ادنا جاي طايح يعني العلبة منو تدير بربعة لفتكوها ولا خمسة لف والله ما نتذكر هنغلقت لكم يعني العلبة بهتشوفوها شكلا انتاحا هاد العلب ملاح يعني اللي كنت ايدي كيما هاك يساعدو خرما يعني تديروا هكا عدة علب وهنا يقسمت معاكم حبة لكم جاي هاد الحلوة كيما هكا براوني وليهذا يعني تجس وسوى مع قهوة اذا هذا هو الفيديو التانية اليوم ان شاء الله يكوننا لاعجبكم وارضاكم نلتقي في فيديو لاحق مع السلامة اشتركوا في القناة